من يوم ما الأهل يخسر من سان داونز خمسة وإحنا من الناس يعني من نعترف بالخسارة لما نخسر نتيجة كبيرة أو حاجة معادي يخسرنا خمسة يعني آه نتيجة كبيرة وكان يوم مؤلم بالنسبة لكل الأهلوية لكن الاعتراف هو بداية الإصلاح وبداية تحقيق الألقاب وبداية الإنجازات أو استكمالاً لإنجازات كتير جداً في تاريخ النادي الأهل كانت قبل كده فمن يوم ما خسرنا من سان داونز خمسة وما فيش لقب قاري أفريكي الأهل يخسر ما شاء الله لك قوة إلا بالله دوري أبطال أفريكيا والمسلم بعدين يعني المسلم يخسرنا في خمسة دا تراجي خدت بطولة على ما تذكر يعني اللي بعدين على طول أنت بطل دوري أبطال أفريكيا لعبت السوبر خدت السوبر أفريكيا لعبت دوري أبطال أفريكيا خدت دوري أبطال أفريكيا لعبت السوبر خدت السوبر أفريكيا فمن ساعتها اليوم دا والأهل أي بطولة في أفريكيا ما بيهزرش فعلا رجالة الأهلي اتقرصوا في اليوم ده حسوا بالحزن الكبير جدا جدا عند جمهور النادي الأهلي ووعدوا واوفوا مش بس كلعيبة أو كأجهزة فنية مختلفة لا كمنظومة بالكامل منظومة النادي الأهلي بصراحة يعني فألف مليون مبروك طبعا يعني احنا عدى خلاص تلات اربعة تيام على المباراة لكن دي اول حلقة لترند من ساعة مباراة يوم لأربعة أمام الرجاء فلازم نبرك لبعض ومن عادات وتقاليد النادي الأهلي وجمهوره دايما ان خلاص الماضي أصبح في الماضي الفوز بقى خلاص كست أو حتى لو لا قدر لك سرت في أي مباراة الأهم دايما انك بتفكر في اللي جاي بتركز في اللي جاي وده سر تفوق الأهلي الدائم وسر إنجازات الأهلي الدائمة فبصراحة الواحد منصوط وفرحان كالعادة على مضاف فترات كتير جدا جدا في حياته وهو بيشجع النادي الأهلي ومش بنبالغ لما بنقول يا بخت جمهور النادي الأهلي بناديهم يا بختنا بصراحة إحنا بصراحة إحنا كأهلوية محظوظين محظوظين بإيه؟ بإننا بنشجع الكيان ده بنشجع المؤسسة المحترمة دي زي ما المؤسسة دي محظوظة بجمهور الأهلي وبعقليته وثقافته ووعيه الجمهور والمنظومة بيكملوا بعض وبيبقى الناتج إيه؟ بطولات وألقاب وفرحة كبيرة الميزة في المباريات دايماً اللي بتفرحنا قوي إحنا ما بنكتب بنفرح بس بنفرح قوي قوي لما الفوز يكون جاي بصعوبة جامدة جداً وعندك أمثلة كتير على مدار تاريخ النادي الأهلي أبرز هذه الأمثلة ماتش الصفاكسي جون أبوتريكا ماتش يعني أبقول الحاجات الأبرز لأن فيه حاجات كتير جداً جداً ماتش القادية ممكن جون أفشا ماتش السوبر جون طاهر ماتش الكونفدرالية جون عماد متعب الفرحة بتبقى قوية لأن الأهداف بتجي في اللحظات الأخيرة وهي دي ميزد برضو النادي الأهلي إحنا ما بنفكرتش الأمل يا جماعة الأهلي ما بنفكرتش الأمل الأهلي بيلعب الأخر دقيقة حتى لو أنت وحش قوي ومش في يومك بصراحة يوم الأربعة دا ما كانتش يومنا خالص كأهلاوية الماتش معها قرب إصابة السولية اللعيبة القرنة مش عايز تمش معها في الملعب بدغوط كبيرة بجانب نفسي كان متأثر به تسعة من لعبة دولين سبعة مع منتخب مصر وواحد مع تونيس وواحد مع المغرب بإحباط نسبي كان موجود عندهم بمعادلة صعبة أنت كجهاز فني وإدارة كان لازم تتعامل معها وكمجلس إدارة أو بالتحديد كابتن محمود الخطيب المشرف عام على الكرة إزاي تهيئ اللعبين نفسيين لمبارات السوبر الأجواء كلها وظروف كلها كانت ضدك بصراحة لكن الأفضل والأحسن إنك إزاي في كل هذه الأجواء وفي ظل هذه الأجواء إنك تحقق بطولة صعبة ومهمة زي دي فحاجة جميلة ومبسوطين بيها ومش آخر بطولة لسه عندنا بطولة كتير ومشوار الجاي هو الأهم في موسم مليء بالعديد والعديد من المسابقات المهمة أنا عايز أعلق على كام صورة سريعا عشان نقفل ملف في السوبر لأن خلاص إحنا دايما عايزين نفكر في اللي جاي مبارات فيوتشر صعبة جدا لكن جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء وهو أساس إنجازات النادي وشوفنا جمهور الأهلي إزاي كان موجود في استاد أحمد بن علي هناك في قطر والملعب مليء بجمهير النادي الأهلي اللي دايما بيبقوا موجودين ورى الفرقة في كل مكان وإزاي الجمهور دا قدر إنه هو يساند فريقه لحد آخر اللحظة بصوا بقى حضرتكم من الجمهور دا مين هو الجمهور دا؟ شاب شيخ طفل سيدة آنسة كل فئات الجمهير كل فئات الجمهير الموجود هم دول جمهير النادي شوفوا الفرح على وجههم إزاي شوف الأطفال دي لما بيشوفوا إنجازات الأهلي هم صغيرين بيتربوا عليها إزاي بيكسبوا وبيشربوا ثقافة الأهل إزاي شوفوا السيدات المحترمات وهما في خلفية في خلفية الصورة وهم بيفرحوا مع محق عالق تهر محمد طهر واحمد عبدالآدر الناس الموجودة في الناس وبرستاة hog هو ده الشكل الجميل هو ده دور الجمهور المؤثر اللي مش هتلاقيه غير في الأهلي مش هتلاقي الجمهور دا غير من الجمهور النادي الأهلي اللقطات دي مش هتلقوها غير من اللقطات النادي الأهلي بص رفرحة الأطفال حبوا الأهلي إمتى دور احنا فعلا بنتولد بنحب النادي ده يا جماعة احنا بنتولد بنحب الكيان ده يا جماعة فالواحد بيفرع أنا نفسي نفسي جدا جدا ان احنا قريب قوي 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 بإذن الله واحد أحد في ظل التنمية اللي بتحصل في بلدنا الجميلة مصر وفي ظل التطور اللي بيحصل على مختلف الأسعادة ان شاء الله قريبا جدا الجمهور يرجع بكامل عدد في المدرجات ان شاء الله نشوف المظهر ده في المدرجات من خلال العائلات المصرية المختلفة الموجودة بمختلف فئات المجتمع مختلف أعمارهم كله يبقى موجود بيسانة فريق وقايا كمين فريقه هو لكن دايما جمهور النادي الأهلي غير أنا عايز أستشهد في الحقيقة بكابتن حسام الحجة علي نجم المنتخب التونسي الصابق يعني واللي كان في إحدى الإزعاد بالتحديد إزاعة آي أف أم التونسية بعد مبارات الأهلي والرجاء وفوز الأهلي بالسوبر كان ليه كلام يعني خلل واحد جسمه أشعر وهو كلام حقيقي يعني النادي الأهلي وهو بيقول لك ليه الأهلي دايما بيكسب كده ليه الأهلي دايما هو اللي بياخد الألقاء تعالوا نشوف الرجل ده قال إيه ونرجع نعلق على كلام ويبقى دي ما تتعاود حسين الحاجة عليم على أهلي المصري انه مثلا في الشامبينزيك تلقاه من لول فريق مهوش شدد روحه بالقدار في الدورة التمييدي في الدورة التمييدي قدش من مرة يلقى صعوبات ويتأهل دي راكلات الجزاء ونقولوا لأهلي سنايا حكيت وفيرا أخذر تراشح بيناتيات فالأخري هزتي يترس شنو تفسيرك ليه؟ اي 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 كما قول انت تقاليد في اللي جاء نمتاحهم معناها بالتجربة متاعي معناها عشرت معناها بوتريكا و الجمعة معناها نحكيه ديما نحكيه على الموضوع يقول لك شوف يقول لك من لي تدخل ريتك مثلا ديما منحبش رؤوا المقارنات أما برفوها انت في الكوريز كما تقول ريال مدريد في أوروبا كي تدخل انت للنادي ما سميش معناها ما عندكش فكرة أخرى اللي انت يجب تكون بطل لفريقيا تكون بطل السوبر بطل القارات تمشي كسر معناها هذهك حاجة مسلمة نهار تلي ما تصيرش معناها كارثة في النادي كارثة تتحل وشنوة وشنوة لي صار احنا في البلدان العربية بتحصل كارثة لما الأهل بيخسر رغم ان لازم يكون في تقبل لثقافة الخسارة والهزيمة او الفوز والهزيمة عفوا لكن في نفس الوقت العنصر الاساسي جدا اللي بيخلي الأهل دايما بيلعب على الفوز وبيخلي عدد ألقابه هائل هو ان دايما عقلية جمهور الأهل احنا لا عايزين نكسب لما بنخسر كارثة زي ما هو بيقوله بعدين هو قال جزئية مهمة قوي وكلام ما هو بيقوله ده احنا كلنا مدركين وكأهلوية وكلنا عارفينه كويس جدا جدا ومش أهلوية بس كل الجماهير في المصرية يعني في الحقيقة عارفين اللي بيخلي الأهل مختلف عن غيره قالك الأهل عقليته وتقاليده زي ريال مدريد فريق ما بيقبلش بالألقاب فريق شايف نفسه أجمد حاجة في الدنيا احنا شايفين احنا أجمد فريق في الكون احنا كده النادي الأهلي كده وإحنا فعلا بالنفس ريال مدريد احنا فرق ما بينا وما بينهم دلوقتي ايه بطولتين من حيث الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب القرية هم 26 لما أخذوا تلتة تامبنزليجر وراء بعض ومتكلم معهم هم وأنا أشجحهم بالمناسبة بحب ريال مدريد لأن كان منسبة للأهلي الأول يعني قبل أي شيء أو قبل أي نادي في الدنيا فـ 26 وإحنا 24 بالسوبر الأخير بإذن الله أحد أحد نقدر نحقق اللقب الثالث على التوالي دوري أبطال أفريقيا وتحقق السوبر تتعدل معهم احنا بس عايزين نتعدل معهم احنا عايزين نتخطهم هو ده تموح النادي الأهلي وليه لا ما نحلمش بكاس العام الأندية والله بنحلم بي والله بنحلم بي كأهلوية وكمنظومة وكأدارة وكجماهير مش مستصعبين الموضوع عندنا إمكانيات والأدوات شوية جهد وشوية عرق ومحاولة الوصول للليفل العالي ده هنفضل نحاول فيه هنفضل مش هنيأس لغاية لما نحاول نجيب البطولة دي في يوم الأيام عشان تبقى بقى قفلت اللعبة خالص بقى تبقى خلصت بقى لحاجة فعندنا سخة كبيرة جدا أن حلم من الأحلام دي ممكن يتحقق وأن احنا على أقل قد تقدير نوصل المباراة النهائيا ليه لا ما يكونش في البطولة اللي جاي دي رغم الظروف اللي انتم عارفينها هنتكلم فيها في تفاصيل لاحقا ده فيما يتعلق بمباراة السوبر الأفريكي والفوز و1000 مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي اللي جاي هو الأهم هنتكلم عنه